هو فعلاً كل واحد ليه فايدة خاصة بيه ولكن لما بنستخدمهم مع بعض بتظهر بالإضافة للفوايد اللي خاصة بكل واحد فيهم بتظهر فوايد جديدة خاصة باتحدهم مع بعضهم وإن احنا بنهدهم مع بعضهم وطبعاً يعني زي ما لسه الآية الكريمة عيلة يعني الآيات اللي ربنا بتدهلنا لعلنا نتفكر فإن ربنا يذكر سبحانه وتعالى التين بالاسم ويعطف عليه الزايدون فإن دي يعني لازم نتفكر ونتدبر وفعلاً حصل تفكر وتدبر كثير في فوايد التين والزيتون مع بعض لأنهما لما بيبقوا مع بعض بيطلع منهم منتجات أو بعض المركبات اللي بتخلي الخلايا الجسم ترجع تانية تستعيد شبابها وحيوية لأن العمر الزمني لكل خالية من خلايا جسمنا بتختلف بس بتتجدد فلما بتجدد في وجود المواد اللي طالع من التين والزيتون بترجع تاني الخلايا زي ما ربنا بيقول في أحسن تقبين في الصورة المثلة لها فلأن مثلاً على سبيل مثال الجهاز الهضمي الخلايا بتاعة المبطنة الجهاز الهضمي بتتغير كل أسبوع فلما هتتغير وانا باخد التين والزيتون والمواد اللي طالع منهم بتتجدد خلايا جديدة صحيحة ويعني هلسي أو صحية غير اللي هي مثلاً ممكن تكون كان فيها التهابات أو فيها تقيحات أو غيره ترجمة نانسي قنقر